لم تتوصل المفاوضات إلى نتائج عملية هل يمكن كرة النار المتدحرجة هذه بالجنوب أن تكبر وتكبر لتتحول إلى نوع من أنواع الحرب الشاملة؟ أنا باستبعد صراحة تستبعد لسببين السبب الأول ليس لدى المقاومة اللبنانية نية في الذهاب إلى حرب شاملة وبعتقد هذا واضح كان بالخطابين المتتاليين لسمحت السيد اثنين أن إسرائيل عاجزة عن الذهاب إلى الحرب الشاملة لسببين الأول أن الأمريكي اللي لا يوافق يعتقد أن الذهاب إلى حرب شاملة مع لبنان هو مفتاح الحرب الإقليمية وهو لا يريد حربا إقليمية في المنطقة والسبب الثاني أن الردع الذي كان تملك إسرائيل مع لبنان وهي تملكه اليوم مع غزة في القدرة على إلحاق الأذى بالمدنيين والمؤسسات المدنية هي تعلم أن لدى حزب الله ما يوازيه إن لم يكن ما يفوقه لأنه ما استهلك شيء من مخزونه يعني لا يزال مخزون ذخائره كما هو بل ربما راكمه خلال الحرب بينما هي أصلا أخذ مخزونها إلى أوكرانيا قبل الحرب وما يأتي خلال الحرب يتم إنفاقه فبالعقل العسكري الطبيعي اللي بده يحلل ما إلى مصلحة تروح على منافسة مع قوة لا تزال عذراء إذا صح التعبير في تباهي بما لديها وبإمكانيتها وحزب الله ميال إلى معادلة تحييد المدنيين وجسمه العسكري ليس ظاهرا لنقول هذا جيش نظامي لا يقول الإسرائيلي بدمر مطارات عسكرية لذلك أنا رأيي واضح من سياق الفعل ورد الفعل طريقة المواجهة الدائرة في الجنوب إنه رد الفعل الإسرائيلي دائما عم بيكون حتى لما غلط بموضوع المدنيين عمل ميت وساطة وميت توضيح لحتى يتفادى مزيد من التدحرج وهو الآن مبارح نهر نهار صعب كانوا آسي جدا يعني عنده 22 إلى 25 بين قتيل وجريح وفق البيانات الصادرة عن الجيش الإسرائيلي ورد الفعل بيماخد بعين الاعتبار ضوابط المدى ونوعية السلاح طب إذا هذه الحرب مضبوطة وضمن قواعد اشتباك شو الفائدة مننا خصوصا بالنسبة إلى حزب الله البعض بيقولوا إنه هي بالنسبة للحزب لرفع العتب يعني لحتى يقولوا لإخوانهم بغزة إنه هن معهم وعم بيكافحوا وعم بيقاموا وبس هي بالحقيقة هي إذا بدنا نقول فقط لرفع العتب لا أكتر ولا أقل طبعا ما حدا بيرفع عتب بسبعين شهيد يعني برأيي إنه الرقم ضخم جدا على إذا علمنا إنه شهداء حزب الله في حرب تموز كلها هنه مئتين وخمسين شهيد السبعين هنه الربع تقريبا وأكتر من الربع شوي فبالتالي ربع حرب يعني اتنين أنا بعتقد لا بالنسبة لحزب الله لها وظيفة ووظيفة كبرى أولا في قناعة بأنه لا تستطيع المقاومة بمفردها في غزة أن تفرض إيقاعها على التفاوض إذا بقي ثقل كل القوة الإسرائيلية في غزة لذلك خاضت المقاومة في لبنان يعني حزب الله المواجهة عبر الحدود بهدفية مبرمجة وواضحة أولا جذب أكبر قوة إسرائيلية إلى الحدود مع لبنان من خلال إبقاء الغموض قائما حول إمكانية التدحرج إلى الحرب الشاملة اثنين من خلال الإيحاء بأن جزء من الأعمال التكتيكية الدائرة على الحدود وعلى الخط الأمامي هي تمهيد للعبور بضرب الكاميرات والأجهزة الإلكترونية خرق الجدار بمجموعة لأنه الآن الجدار مضرب أربع خمس أماكن الإسرائيليين عم بيقولوا أنه هذا ما إلو وظيفة إلا فتح بوابات للعبور وبالتالي هذا يجذب أكثر فأكثر مزيد من القوة الحق أذى تدميري ببنية الجيش دون صراخ لأن حزب الله يعرف هذا الجيش جيدا بيعرف كتائب وبيعرف ألويتو بيعرف أسماء قادتها بيعرف التركيب الهيكلية تابعها تآتى الهويهة وجها لوجه على مدى سنوات طوال ثم تابعها استخباراتيا فهو يتقصد مبارح مثلا العملية التي صارت على السيارات الستة البيض التي صار على الإسرائيل يقول إصلاح كهرباء ثم فضحته المواقع والقنوات وقالتها خدمة تقنية في الجيش لإعادة ترميم ما تمت إصابته بما في رفع رافعات عليها كاميرات فرجينا حزب الله كيف أصاب الكاميرا وهي على رأس الرافعة ففي وظيفة تقنية وظيفة لوجستية وظيفة عسكرية ووظيفة استراتيجية لها علاقة بإشعار غزة أولا أنها ليست وحدها ومش عتب أن وفق الحرب المتدحرجة قائم إذا اقتضى الأمر ما بيقدر يروح للضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل الخروج من حرب غزة وبالتالي إذا ما تحققت هذه الأهداف وأصبحت الحرب الشاملة ضرورة هل يذهب إليها حزب الله؟ نعم بكل أعين مفتوحة وهو يعد الهدى لها كانها آتية يعني إذا فشلت المفاوضات واستمذت الحرب ربما بقوة أكثر على غزة لا إذا تحقق للعملية البرية أهدافها يعني إذا بدأ القلق على القوة العسكرية للمقاومة في غزة بالتحديد عندما يبدأ هذا القلق عند القيادة لدى القسام وعند المقاومة وفي الاتصال قائم أنه آن الأوان ستكون المقاومة جاهزة بالتأكيد وبلا تردد هذا في حل الخيار العسكري بدي أختم معك الخيار الدبلوماسي هل برأيك المفاوضات ستنجح وبالتالي ما يقال عن أنه تبادل رهائن سيتحقق أنا بعطيه أرجحي كبيري نعم لأنه برأيي هذا الأسبوع هيك برجح يعني رأيي أنه الطرفين بلحظة لهم مصلحة الإسرائيلي ما عند عنده شيء يأدمه بالميدان العسكري فبتجي هاي اللي فيها رهائن عم بيحررهم إنجاز بديل بعد مصار الإفراج عن الرهائن يوضع بخانة الإنجاز لحكومة نتنياهو بالنسبة لقيادة القسام فك الحصار ودخول 7000 أو 8000 شائح حيني كما يجري الحديث عن صفقة التفاوض الإفراج عن الأسرن للنساء والأطفال الذين بالأصل كان في عقل قيادة القسام أن أحد أهداف طوفان الأقصى كعملية هو مقايضة ومبادلة الأسرى بالرهائن ثلاثة وقف إطلاق نار بين ثلاثة إلى خمسة أيام يعرف القسام كما تعرف قيادة الجيش الإسرائيلي أنه سيكون صعبا بعدها العودة إلى الحرب وبالتالي سيخلق في قلب ثلاثة أيام لخمسة أيام ديناميكية تفاوض تقول أن هناك ما يحتاج إلى المزيد من الوقت فيجري تمديد الهدنة بالهدنة كما يجري في حرب اليمن الآن ماذا يعني هذا الكلام على الصعيد السياسي بالنسبة إلى حماس هل يعني أن حماس ستظل هي الممسكة بالسلطة داخل قطاع غزة رغم كل كلام الذي يقال أنه في بحث بمرحلة ما بعد حماس في غزة أنا رأيي إذا كان هذا الكلام يعني هذا المشهد الذي رسمناه يعني أن حماس تخرج منتصرة فالمنتصر هو الذي يملي الشروط وبالتالي شرط الكلام عن غزة ما بعد حماس هو أن ينجح نتنياهو إذا لم يجتثاث حماس بتوجيه ضربة مؤلمة لبنيتها العسكرية ولقيادتها وهذا حتى الآن لم يتحق فباب البحث بهذا مقفل حتى الآن